أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك وللعاهد على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من روابط راسخة عززتها العلاقات الأخوية الممتدة عبر التاريخ والمستمرة في النمو في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله نعم مشيدا سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والتي أسهمت في تعزيز التكامل الثنائي بين البلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه بقسلك ضيبية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يزور المملكة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز حيث أشار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى ما وصلت إليه مستويات الشراكة الثنائية في شتى القطاعات وبالأخص في قطاع النفط والغاز والتي دعمتها الاتفاقات والمشاريع المختلفة بين البلدين منوها بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة المحوري في رفض الجهود الساعية للتغلب على تحديات إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية لافتا إلى أهمية موصلة الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق أرحب وتعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في قطاع الطاقة من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي والتقنيات الحديثة المتطورة من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي لائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه من اهتمام وحرص على مواصلة دعم أطر التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والإزدهار قد حذر اللقاء سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز السعود سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد مادوبة غداء لصاحب السمو الملكي وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والمرافق له